أثابكم الله يقول السائل إذا بحث طالب العلم مسألة التصوير الفوتوغرافي بتجرد عن الهوى واطمأن إلى جوازه فهل يعاب عليه ذلك هذا مثل ما الذي يقول إذا طار البعير فهل يأخذ حكم الطير ما يمكن يطير البعير ولا يمكن أن يبحث طالب العلم مسألة التصوير الفوتوغرافي بحثا متجردا علميا دقيقا ويصل إلى الجواز أنا أجزم بهذا أنا لا أقول إنه ما قال أحد بالجواز لكن نحن نتكلم عن طالب علم يبحث المسألة بحثا متجردا علميا دقيقا ويحيط بجوانبها أقول لا أعتقد أن من يفعل ذلك يصل إلى القول بالجواز نعم في حالات نعم هي جائزة كصورة الجواز صورة الهوية ما يحتاج إليه لمصلحة عامة كتوثيق بعض المناشط أو نحو ذلك أنا مطمئن إلى الجواز أما أن التصوير الفوتوغرافي جائز مطلقا أنا لا أعتقد أن طالب علم يبحث المسألة بحثا دقيقا علميا يصل إلى الجواز وأنا هذه المسألة منذ كنت طالبا في الثانوي وأنا أبحثها وما بحثتها إلا وازددت يقينا واليوم لأن الناس تساهلوا في التصوير في قضية الهاتف بدأ بعض الناس يعني يهوم من شأن حكم التصوير لكن والله البحث العلمي الدقيق يقتضي القول بأن الصور الفوتوغرافية محرمة إلا ما استثني كالحالات الثلاثة التي ذكرناها وما قد يحتاج إليك صور الشهادات ونحو ذلك هذا الذي يظهر لي أسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة وأنا دائما أقول للإخوة يعني سبحان الله والله لو عشت إلى أن مت بدون أن تصور ولا صورة واحدة ما نقص منك شي لكن إذا صورت وصورت ستدخل في الوعيد الشديد الذي ورد في المصورين ولو بنسبة عشر في المئة والله أنا عندي أن العاقل لو علم أنه يحتمل أن يدخل في الوعيد الذي ورد في التصوير واحد في المئة أرأى قيمة التصوير لابتعد عن التصوير وسلم نفسه وأهله من التصوير وفق الله الجميع وتقبل من الجميع وصلى الله على نبينا وسلم